تشهد مدينة رداع بمحافظة البيضاء هدوءا حذرا وسط مخاوفا من تجدد المواجهات بين مسلحي أنصار الله ومسلحي القبائل وعناصر تنظيم القاعدة وقالت مصادر أمنياء نحو 250 شخصا قتلوا في معارك رداع بمحافظة البيضاء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت ليلة أمس في منطقة المناسح بين الحوثيين من جانب